عبدالعزيز الزبيري إنقاذ الشعب وحمايته والحفاظ على منجزات ثورته وانتصاراته وضمان مستقبله الآمن شعار كغيره من الشعارات الصفراء رفعه المجلس الانتقالي عند إعلان ما سمي بالإدارة الذاتية الذي مهد له بالسيطرة على عدن وسقطرى أمام مرأة تحالف السعودي الإماراتي الإعلان الذي يهدف الانتقالي منه للاستثار بنصيب الأسد في حصص الحكومة المزمع تشكيلها واحتكار سيطرة المحافظات الجنوبية على حساب بقية القوى السياسية والمجتمعية تاجر بمعاناة المواطنين في عدن ومثل إعلانه الإدارة الذاتية أحد أهم أسباب ترد الأوضاع الخدمية وتفاقمها طرد الحكومة وقواتها من عدن وفشل في تحمل المسؤولية نيابة عنها ليعود ويحملها مسؤولية فشله أما عن الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها عدن فهي أهم محدد حقيقي لفشل الانتقالي الذريع في إدارة المدينة وعرقلته عمل مؤسسات الدولة مسلسل الإغتيالات مستمر وكذلك حوادث النهب التي سبقت إعلانه علاوة على ذلك فقد أحدث أزمة جنوبية جنوبية عمقت الصراع الاجتماعي واستحضرت فصوله التاريخية تقزم حلم الدولة الجنوبية إلى مشاريع مناطقية وقروية صغيرة محملة بأحقاد الماضي التحالف السعودي الإماراتي بدوره كان حاضرا كمنتج ومحرك لصراع السلطة في جنوب البلاد فالإمارات دفعت في اتجاه تمكين الانفصاليين من الاستحواذ التدريجي على المحافظات الجنوبية والسعودية فشلت في إيقاف انتهاكات ميليشيات الانتقالي وتمدد سيطرته على حساب الحكومة الشرعية يمضي التحالف في شرعنة الإدارة الذاتية للانتقال في المحافظات الجنوبية في سياق تفاهمات سعودية إماراتية تقسم جنوب البلاد بين ميليشياتها كمناطق نفوذ يتقاسمها الطرفان في قادم الأيام حالة من الفوضى تسعى السعودية والإمارات لتثبيتها في اليمن لإخضاع الشرعية صاحبة الموقف الأضعف للقبول بسلطة المتغلب والموافقة على الصيغة الجديدة لاتفاق الرياض الذي يمنح الانتقال نصف الحكومة ويغض الطرف عن خطواتها الانقلابية للذهاب بما تبقى من شرعية إلى المجهول خطوات أعلن الانتقال صراحة عزمه عليها وتوعد بإسقاط حضر موت وشبوى والمهرة في الوقت الذي لا زالت تجري فيه مشاورات الرياض دون نتيجة تذكر فما الذي بقي من هذه المشاورات والطرف الذي يدعمه التحالف السعودي الإماراتي يستمر بلعب دوري الظالم والضحية